ليه المطلوب علشان ما نخسرش درجات هنبدأ بأول نوع من أنواع الأسئلة الموضوعية بتاعتنا وهي أسئلة المصطلح أسئلة المصطلح أنا بجيب لك تعريف بجيب لك تعريف وبعايز المصطلح وده برضو بيعتمد على الفهم لأنك لو مش فاهم مش هتقدر تجيب المصطلح أول مصطلح عندي هي تقدم رجل إلى امرأة معينة تقدم رجل إلى امرأة معينة لا يحرم عليه التزوج منه يعني هي أتقدم إلى امرأة معينة لا يحرم عليه التزوج منها المصطلح بتاعنا هو المعنى اللفظي للخطبة المعنى اللفظي للخطبة ناخد بالنا عشان إحنا الخطبة لها معنى يين؟ معنى لفظي ومعنى فقه يبقى لما أقول تقدم رجل إلى امرأة معينة يبقى ده المعنى اللفظي للخطبة ما نلقبطش ما بينهم هنشوف المصطلح الثاني هي تواعد رجل وامرأة هذا التواعد يكون متبادلا على الزواج تاني هي تواعد رجل وامرأة هذا التواعد يكون متبادلا على الزواج ده يعني مصطلح الفقهي للخطبة يبقى كده احنا خدنا المصطلحين بتوع الخطبة أو التعريفين بتوع الخطبة خذي بالك المصطلح هو هو التعريف بس بنعكس لما جبلك التعريف بابعز المصطلح لو جبتلك المصطلح بابعز التعريف يبقى عندي مصطلح لفظي ومصطلح فقه اللو هو التعريف اللفظي والتعريف الفقهي للخطبة المصطلح اللي بعد كده هي مدة من الزمن هي مدة من الزمن تمسك فيها المرأة نفسها عن الزواج احنا عارفين ان المرأة بعد الطلاق او بعد الوفاء بيبقى فيه مدة من الزمن يحرم عليها التزوج فيها او حتى الخضة هذه المدة بنسميها ايه العدة بنسميها العدة هي العدة التي تعتدها امرأة بعد الطلاق او بعد الوفاء لا يجوز لها ان تتزوج فيها مصطلح التالي عقد وضعه الشارع الشارع اللي هو الله سبحانه وتعالى عقد وضعه الشارع يعني اللي بيشرع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالاخر على الوجه المشروع ايه العقد اللي بيفيد حل استمتاع كل زوج بالاخر سهل جدا هو عقد الزواج عقد الزواج مصطلح التالي لا تحل المرأة للرجل دائما لا تحلوا دائما إما للنسب أو المصاهرة أو الرضاع أنا هنا حددت السبب بتاع التحريم إما نسب أو مصاهرة أو رضاع النسب زي الأم والأخت المصاهرة بنت زوجتي أو أم زوجتي الرضاع أم من الرضاع وأخت من الرضاع هنا دو تعتبر تحريم إيه؟ هل يحق لي أو يحل لي في أي وقت من الأوقات أني أتزوج بأي من هؤلاء النساء؟ طبعا لقف عشان كده ده بنسميه تحريم مؤبد تحريم مؤبد مصطلح التالي لا تحلوا المرأة للرجل مؤقتا لسبب قد يزول يعني المرأة في اللحظة دي محرمة على الرجل دوت ولكن السبب بتاع التحريم ده ممكن يمشي يتشال يتغير مثل المرأة المتزوجة أو من ليس لها دين سماوي ده بنسميه التحريم المؤقت يبقى عندي نوع من التحريم تحريم مؤبد وتحريم مؤقت التحريم المؤقت بقى ما عليش هنرجع تاني عشان نفتكر الكلام ده شرحناه التحريم المؤبد لا يتحل المرأة للرجل أبدا ولن يتغير وصفه زي الأم والأخت أما التحريم المؤقت أن المرأة عندها سبب في الوقت الحالي يجعلها محرمة على الرجل مثل المرأة المتزوجة فما ينفعش حد تاني يتزوجها من ليس لها دين سماوي ليه البوزية أو الهندوسية لا يحق للمسلم أن يتزوجها فده اسمه الجمع بين الأختين تحريم مؤقت وهكذا المصطلح التالي ألا يكون لأحد الزوجين أو لغيرهما حق فسخ العقد أنا لما يكون في حاجة في العقد تخليني ما أقدرش أن أنا أفسخه ده بنسميها شرط اللزوم يعني أصبح هذا العقد لازم أصبح هذا العقد لازم لتوافر شروط معينة ده بنسميه المصطلح ده ألا يكون لأحد الزوجين يعني الرجل أو المرأة الزوج والزوجة أو لغيرهما غيرهما هنا اللي هما الأولياء حق فسخ العقد ده بنسميهما يا أولاد شرط اللزوم مصطلح التالي ما يستحق لأحد الزوجين في مال الآخر بعد وفاة يعني الذي يستحق للرجل إذا مات زوجته أو الذي يستحق للمرأة إذا مات زوجة ده مرتبط بالموت أو بالوفاة فعشان كده ده بنسميه الميراث بل الميراث هو مال يستحق للرجل أو المرأة بعد وفاة أحدهما مصطلح لبعد كده حق للزوجة على الزوج بناء على عقد الزواج الصحيح هنا بقى الرجل ما ماتش بس عايش ولكنه حق للزوجة على الزوج بناء على عقد الزواج الصحيح هو حق للحقوق المالية برضو احنا عارفين عندنا فيه نوعين من الحقوق حقوق مالية وحقوق غير مالية هذا بيعتبر من الحقوق المالية اللي هو المهر وعشان نبعارفين برضو ان المهر حق للزوجة وليس لوليها او من المسؤول عنها هو حق للزوجة فبالتالي عشان لو جاتلك صحي وغلط لا يحق للولي ان نزول عن المهر لانه لا يحق للولي هو حق للزوجة فقط اذا المهر هو حق للزوجة على الزوج بناء على عقد الزواج الصحيح وهو حق مالي احنا كده اتكلمنا باكتر من معلومة عن هذا المصطلح مصطلح التالي ما يحتاجه اليه الانسان من مسكن ومأكل وملبس وعلاج ايه اللي بحتاجه عشان اقدر اسكن واكل والبس وتعالج ده اللي بنفق بيه على نفس عشان كده ده بنسميه النفقة ده بنسميه النفقة دخلنا على المصطلح الجديد رفع قيد الزواج الصحيح في الحال او المقال المقال يعني المستقبل الالف اللي في النص على همزة مد مقال بلفظ يدل على ذلك او الكتاب او الاشارة المفهوم لما ارفع قيد الزواج ده بنسميه بنسميه الطلاق بنسميه الطلاق والطلاق قد يقع زي ما قلنا اما باللفظ او قد يقع بالاشارة او قد يقع بالكتاب يعني اللي اكتر من طريقة يقع اشطلح التالي اللي معانا هنخش بقى على انواع الطلاق هنخش على انواع طلاق احنا عارفين عندنا انواع طلاق كتير الراجعي طلاق الباقي بينونا صغرى طلاق الباقي بينونا كبرى هنشوف ده اني نوع فيه هو الطلاق الذي هستطيع فيه الرجل مراجعة زوجته اه مراجعة ايه زوجته يعني رجعها تاني لعصمته ما دامت في العدة دون عقد جديد او مهر جديد احنا خدنا من ضمن دروس الطلاق ان في طلاق ربنا سبحانه وتعالى خلى فيه يصل شوية للزوج ان هو اذا طلق زوجته يلحق نفسه ما دامت الزوجة لسه في العدة ما دامت لسه في العدة انه يرجعها دون رضاه ودون عقد جديد فده اللي بنسميه الطلاق الراجعي بنسميه الطلاق الراجع ده اول نوع من انواع الطلاق بيعتبر ايسارهم طبعا الطلاق ما فيش يسرى لحاجة ولكن ايسارهم في الرجعة في العودة مش هنحتاج لعقد جديد ولا مهر جديد ما دامت ما دامت ان المرأة في العدة مصطلح التالي هنخش على النوع التالي من الطلاق هو الطلاق الذي يجوز فيه إعادة الحياة الزوجية يعني ينفع ترجع تاني الحياة الزوجية ولكن بعقد جديد ومهر جديد هنا بقى ده الأصعب شوية الأكثر تعقيداً المطلوب في إجراء معين يعني عاوز ترجعها آه بس لازم هي توافق توافق يعني عقد جديد ومهر جديد ده بقى ما نفعش نقول طلاق راجعي ده بنسميه إيه؟ طلاق باق بينونا صغرى باق بينونا صغرى يحل لأنها ترجع له ولكن بإرادته طلاق باق بينونا صغرى مصطلح التالي نوع التالي بقى هو الطلاق الذي تحرم فيه المطلق على مطلقها مؤقتاً يعني أصبحت المرأة التي طلقت محرمة على اللي طلقها تحريم مؤقت يعني ما ينفعش راجعها ولا يجوز مراجعتها إلا إذا تزوجت غيره ثم طلقها أو مات عنه يعني اللي تجوزها ده اللي هو التاني طلقها أو مات كده ممكن ترجع بقى خلاص أصبحت محلل أولاني ده بنسميه طلاق البائن بينونا كبرى ولو نفتكر يا أولاد إن الطلاق البائن بينونا كبرى ليه حالة واحدة فقط هو الطلاق المكمل لثلاث يعني طلقها مرة ورجعها أدي واحد طلقها التانية ورجعها بس طبعا بعقد جديد ومهر جديد أدي اتنين طلقها التالتة لا حتى لو هي عايزة ما ينفعش ترجع إلا بعقد جديد ومهر جديد شرع الله ليس العيبة شرع الله له شروط وله حدود فالطلاق ليس شيئا سهل فإذا أنت حضرت طلقتها التالتة مش هترجع لك إلا إذا تزوجت غيرك ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها في هذه الحلقة فقط فقط يجوز أن ترجع لك مرة أخرى وأيضا بعقد جديد ومهر جديد مصطلح التالي هو الطلاق الذي يقع في الحال دخلنا بقى على صيغ الطلاق الطلاق الذي يقع في الحال يعني بمجرد من اللفظ يطلع بالطلاق يقع في الحال ده بنسميه الطلاق المنجز عارف المتول إنجز يعني دلوقتي المنجز يعني في الحال كمان يقول لزواجاتي أنت طالق ده يعتبر طلاق منجز مصطلح الجاي أنه أطلق كتير قوي هو الطلاق المضاف لزمن المستقبل يقع بعد مدة معينة يعني يقول لزواجته أنت طالق أول الشهر أنت طالق بعد عشر تياب أنا هنا أضفت الطلاق بعد مدة يجوز آه يجوز مادومت أملكه دلوقتي فأنا أملكه كمان شوية إذن الطلاق ده بنسميه الطلاق المضاف يبقى الطلاق المضاف لزمن المستقبل ده بنسميه الطلاق المضاف يعني تعريفه فيه كلمة المضاف موجودة فبتسهلك المصطلح بتاعي احنا قلنا المصطلح فيه اكتر منه حفظ فهمت التعريف اتجيب المصطلح بتاعنا ان شاء الله المصطلح التالي اللي معينا هو تعليق وقوع الطلاق على شرط او حادث هنا بقى ما قالش بقى انت طالق بعد شهر ولا انت طالق دلوقتي لا ده قال انت طالق اذا عملت كذا او انت طالق اذا انا عملت كذا انت طالق اذا حدث كذا هنا بنستخدم ادى من ادوات الشرط لها اذا او اين او لو هذه الادوات بتعلق الطلاق على حدوث امر معين بتعلق بتعلق الطلاق يعني بتخلي الطلاق معلق حتى حدوث هذا الامر لشان كده بنسميه الطلاق المعلق الطلاق المعلق المصطلح اللي بعد كده هو مخالعة دخلنا بقى فيما اصع من الطلاق مخالعة المرأة زوجها ببدل تدفعه له او مش عاوز يطلق طيب هي لما تخلعه تدفع له فلوس او حسب ما يتطافقه او حسب ما هنشوف بعد كده لما بنكلم بالتفصيل بقى عن الخلع واحنا بنجاوب الاسئلة المقالية لها فتعرفات الخلع والشروط والكلام ده كله ده بطلاق ولا خلع واضح بتقول مخالعة يبقى الخلع يبقى الخلع مصطلح التالي سهل ومرتبط برضو بالخلع ما تلتزم به الزوجة لزوجها مقابل خلاصها طيب هنا دلوقتي السبت لما هتخلع جزعة يبتلتزم مدين عشان هي اللي خلعته بدون ارادته هنا في الحالة ده اللي تلتزم به بنسميه مقدار بدل الخلع ومقدار بدل الخلع ليه اكتر من صورة ممكن يكون مساوي لللي دفعه ممكن يكون اقل وممكن ما ياخدش زي ما هنشوف الحالات بتاعت مقدار بدل الخلع يبقى اللي بتلتزم به المرأة اسمه مقدار بدل الخلع هنخش بعد كده على اسئلة صح وغلط احنا خلصنا كده اسئلة المصطلح وان شاء الله يا رب تكون شملت معظم جوانب المنهج واسئلة المصطلح يعني لما نجيبها من اول منهج لاخره مع الفهم احنا بنلم المنهج طالما فهمت بنلم المنهج يعني تقدر تحلها مصطلح تعريف صح وغلط اكمل توصيل وما الى ذلك يعني بتضمن بها نص اسئلة الامتحان على الال اذا فهمتها وحفظتها بعد كده اسئلة صح وغلط مرتبطة بيها لان الاجابة يا صح يا غلط انت فهمت بتجاوب صح ما فهمتش هتجاوب غلط ودي عليك الدرجة ان شاء الله تفهم وان شاء الله تجاوب صح ان شاء الله ربنا وفقكم بإذن الله طيب نشوف اسئلة ضع علامة صح او قطأ اول سؤال عندي لا يجوز خطبة المرأة في العدة لسه من شوية قالين في المصطلح ان العدة هي مدة من الزمن تمسك فيها المرأة نفسها عن الزواج والخد فبالتالي لما اجا اقول لك لا يجوز خطبة المرأة في العدة في العبارة دي طبعا صح الجملة اللي بعد كده او العبارة اللي بعد كده لا يسترد الرجل المهر عند فسخ الخطبة طيب احنا قلنا قبل كده ان الخطبة هي مقدمة لعقد الزواج لاست شرطا ولاست ركنا فبالتالي هي لاست زواج طب انا دلوقتي خطبت واحدة وشلت معها المهر او حوشت معها المهر ما حصلش نصيب سواء بسببي او بسببها المهر استرده لان المهر هو من اجل عقد الزواج فبالتالي لما اقول لا يسترد الرجل المهر عند فسخ الخطبة العبارة هي طبعا خطئة خطأ سؤال التالي او الصح وغلط اللي بعد كده ينعقد الزواج بصيغة معلقة على شرط احنا شفنا الطلق اه ممكن اعلقه على شرط لكن هل الزواج ينفع اعلقه على شرط يعني اروح كده مع واحدة وصاد شهوده كلها انا انت زوجتي اذا اصبحت انا مدير انت زوجتي اذا حصل كذا طبعا لا يجوز ولا يصح ولا يحق له ذلك فبالتالي هذه العبارة خطأ لا ينعقد الزواج ابدا ابدا بصيغة معلقة على شرط لازم تكون صيغة واضحة زوجيني نفسك تزوجيني وهكذا بتبقى بدون اي شروط خالص بتبقى الفاظ صريحة صحي وغلط بعد كده لا يجوز للقاصر ان يزوج نفسه احنا عارفين يزوج يعني يعمل عقد والعقد له الشروط من ضمنها الاهلية القاصر ليس لديه اهلية لان العقد بترتب عليه التزامات سواء مالية او غير مالية الذي يحمل نفسه بالالتزامات يجب ان يكون كامل الاهلية فبالتالي هل القاصر يحق ان يعقد عقد زواج طبعا كده خلاص علفنا الاجابة المفروض صح لا يجوز للقاصر لا يجوز للقاصر خدوا بالكم من لا لا يجوز للقاصر ان يزوج نفسه طب لو شلنا لا وقلنا يجوز للقاصر ان يزوج نفسه تبقى العبارة غلط دايما في صحي وغلط خدوا بالك من لا موجودة او مش موجودة ونقرأ العبارة للاخر قلت لا يجوز للقاصر ان يزوج نفسه صح ما ينفعش طب لو قلت يا جوز للقاصر ان يزوج نفسه غالط ما ينفعش يبقى اذا منح فصي نفهم مصطلح التالي الرضاعة تحرم المرأة مؤبدا قلنا قبل كده التحريم نعين مؤبد ومؤقت طب نشوف حالات او اسباب التحريم المؤبد قلنا النسب زي الام والاخت المصاهرة ام الزوجة وبنت الزوجة الرضاعة ام من الرضاعة واخت من الرضاعة تحريم مؤبد اذا اللي ما جاء اقولك دلوقتي في المصطلح ده او صحي وغلط ده ان الرضاعة تحرم مؤبدا يبقى العبارة صح العبارة صح مصطلح التالي او صحي وغلط التالي المطلقة ثلاثا تلقى الثالثة تحرم مؤبدا على مطلقة خذوا بالكم المنهج داخل في بعض يعني كله مرتبط ببعض كله متواصل ببعض يعني ما ينفعش نبقى فهمين حتة ومش فهمين حتة واذا فهمنا حتة نفهمها لو جاء صحي وغلط ونفهمها لو جاء مصطلح نفهمها لو جاء اكمل نفهمها لو جاء التوصيل الفهم بيسهل لي الفهم بيسهل لي فلما اجا اقول لك كده تحرم المطلقة سلاسا تحرم مؤبدا على مطلقة لا طبعا مش مؤبدا لاني لسه ايل منت شوية ان المطلقة سلاسا اذا تزوجت رجلا اخر ودخل بها ثم طلقها او مات عنها تحل لزوجها الاول او الرجل الاول فاذا ده مش تحريم مؤبدا ده تحريم ايه مؤقت يبقى العبارة دي ايه خطأ اذا المطلقة سلاسا لا تحرم مؤبدا على مطلقة ولكن تحرم ايه ولاد مؤقت بصراحة التالي لا زواج الا بشهود دخلنا في شروط عقد الزواج في شروط صحة في شروط نفاذ في شروط انعقاد في شروط قانونية وما الى ذلك من ضمن شروط الانعقاد ان الشهود ورسول عليه الصلاة والسلام قال لا زواج الا بشهود فبالتالي اذا انعقد زواج بين الرجل وامرأة حتى بارادتهما وتوفر الاجاب والقبول ولكن ما في الشهود ده بنسميه زواج فاسد بنسميه زواج فاسد فلا ينعقد العقد والزواج الفاسد لا يترتب عليه طلاق لانه يعتبر هو العدم سواء فبالتالي لو قلنا لا زواج الا بشهود العبارة صح طبعا لان من شروط الانعقاد وجود الشهود بنتكلم عن الشهود واحنا بنتكلم في الاسئلة المقالية عن شروطه التعدد والاسلام وما الى ذلك يشترط في الشهود الاسلام والتعدد مرتبطة بيها يعني الاسلام والتعدد دي يعني اللي يشهد العقد الزواج لازم يكون مسلم ويكون اتنين على اقل طب ما نشوفه وعقد الزواج ده عقدي عقدي مدني ولا عقدي شرعي عقدي شرعي يعني متعلق بامور دينية فبالتالي اللي بيشهد عليه يكون فاهم فيه يعني يكون مسلم والتعدد زي ما احنا عارفين في الشهود لازم يكون اتنين او رجل وامرأتان ما ينفعش النساء فقط تشهد على عقد الزواج حتى لو عشر لازم يكون ياما اتنين رجال او رجل وامرأتان ده بنسميه التعدد يبقى لما يجي لما يجي فصحي وغلط وقل له حضرتك يشترط في الشهود اللي هيشهدها لعقد الزواج الاسلام والتعدد منطق يبقى لاجابة صح صحي وغلط اللي بعد كده يجوز ان تكون صيغة العقد مؤقتة احنا بنتكلم في الاحوال الشخصية عن عقد الزواج مش عقد ايجار عقد الايجار اه بيبقى مؤقت لكن عقد الزواج ممكن تبقى مؤقتة انا جيت بقول لكو يجوز ان تكون صيغة العقد مؤقت يعني واحد يقول له واحدة زوجيني نفسك لمدة ثلاث سنوات لمدة ثلاثين هل ده صح ولا يجوز طبعا مش محتاجة يعني اكتر منك تكون بتفهم عشان تجواب على السؤال ده طبعا خطأ لان عقد الزواج متضمن شروطه التأبيد نمؤبد الطلاق ده موضوع تاني ولكن ما ينفعش ان انا اققت او اعمل توقيت او مدة في عقد الزواج شوف بعد كده عندنا ايه تسمع دعوة زوجية دعوة زوجية اي حاجة متعلقة بالزوجية نفقة طلاق اثبات زواج اثبات نسب بنسمعها دعوة زوجية اذا بلغ الزوجين 18 سنة هنشوف القانون ان القانون بيشترك لسمعها دعوة زوجية فعلا فعلا ان الزوجين يكون كلهم اللي اتنين على الاقل عندهم 18 سنة يبقى العبارة دي صح يبقى العبارة دي صح اللي بعد كده لا يشترط توفيق عقد الزواج كان زمان قبل نشوء الدول وقبل زيادة عدد الناس والسكان والكلام ده كله كان الزواج بيبقى عرفي يعني عرفي لو القبيلة الناس تعرف بعضها العالي تعرف بعضها بيروحوا بالجوز دي بالشهود بالاقرب كلام ده كله لكن مع توسع الناس وانتشار الحكومات والدول اصبح لابد من اثبات الحقوق والحفاظ على الحقوق لا يحفظ الحقوق الا الاوراق الموسقة يحفظ حق المرأة هو العقد الموسقة وحق الرجل ايضا حق الابناء ايضا فالقانون جعل ان العقد الزواج لابد ان يوسق امام الموظف المختص الموظف المختص هو اما المأزون او الشهر العقاري حسب الاحوال المأزون لو الزوجين مصريين مسلمين الشهر العقاري لو الزوجين اجانب او مصري واجنبية او مسلم ومسيحية وهكذا طيب لما اجا اقول لا يشترط توسيق عقد الزواج لا طبعا ده القانون اشترط ان يكون عقد الزواج مواصل يبعي العبارة دي خطأ يبعي العبارة دي خطأ بحاول وانا بجيب السؤال صح وغلط ان انا اشرحه علشان لو جيب بشكل اخر او لو جيب بطريقة اخر طيب يترتب على الزواج حرمة المصاهرة رجعنا تاني للتحريم احنا قلنا ان التحريم تلات انواع التحريم المؤبد يعني تلات اسباب النسب المصاهرة الرضاعة المصاهرة تعتبر من اسباب او من انواع التحريم المؤبد ده معنى ايه ان انا اذا تزوجت واحدة اصبحت امها محرمة علي واحنا في مصر للأسف بنعكس يعني اللي انا بتزوجها بقول على اهلها نسايب لا لا دول اسمهم اصهاري مصاهرة اما النسايب هم من ينتسبون وينتسب اليهم امي واختي اما دول الناس اما اهل زوجتي امها وبنتها اسمهم اصهاري فبالتالي بيترتب على الزواج حرمة المصاهرة طبعا الاجابة صح يعني اصبحت امها محرمة علي وبنتها محرمة علي يجوز لولي الزوجة النزول عن المهر تب نفع هو المهر حق للولي ولا للزوجة للزوجة فبالتالي هو مش من حقه طالما مش من حقه انه هو يعني ياخد المهر او المهر للزوجة حق الزوج غير طبعا العادات والتقاليد اللي موجودة عندنا في مصر ان الاب بيجهز والعريس بيجهز دي عاداته تقاليد صحيح وسليم ولكن ولكن لو في مهر مكتوب هذا المهر حق للزوجة وليس لوليها يبقى هل هو ينفع يتنازل حاجة مش ملكه طبعا لا الزوجة فقط فقط هي اللي من حقات تتنازل عن المهر السابت في العقد فقط اما اي حد تاني لا يبقى العبارة دي يا ولاد خطأ لا يجوز لا يجوز لولي الزوجة اين كان هذا الولي ان نزول عن المهر طيب نخش بقى في الجزء بتاعة المواريس والميراس قلنا من الحقوق المشتركة لو نفتكر حقوق للزوج وحقوق للزوجة وانا حقوق الزوجة حقوق مالية وحقوق غير مالية وفي حقوق مشتركة من ضمنها التوارث يعني التوارث يعني الاتنين زي بعض لو ماتت يورسها لو مات تورسه مع اختلاف الانصبة زي ما جيه في القرآن الكريم معارفين ان في المواريس ان الرجل يارس نصف اموال المرأة اذا ماتت اذا لم يكن عندها فرع وارس يعني ما عنداش ابناء سوى منه او من غيره يارس الربع لو عنده طيب المرأة تلس الربع لو الرجل اللي مات لو زوجها ما عندوش فرع وارس سواء منها او من غيرها وتلس الثمن التمن يعني اذا كان عنده فرع وارس عشان ندوم فرصة انه كمان يورسه طيب طيب تلس المرأة الربع اذا كان للزوج فرع وارس ها يعني الراجل عنده ابناء ومات زوجته تلس الربع للتم اللي سأل ايه التمن فبالتالي العبارة دي خطأ يبقى الصح بتاعها او الصواب بتاعها الثمن طيب مصطلح التالي او صح وغلط اللي بعد كده يارس الراجل الربع اذا كان للمرأة فرع وارس احنا شفنا لسا ايهلين ان الراجل ليه حالتين الزوج الزوج ليه حالتين يعني النص يا الربع النص لو ما عندهاش فرع وارس ياخد نص املك اذا توفر الربع اذا كان عندها فرع وارس وقلنا اذا كان منه او من غيره لا يشترط يكون منه هو ممكن يكون عندها ابناء من زوج قبله يارس الربع يبقى العبارة دي صح يبقى يارس الراجل الربع اذا كان للمرأة فرع وارس صح وغلط اللي بعد كده الطلاق البائن يمنع من الميراث طيب نشوف احنا قلنا خلاص الراجل يارس المرأة اذا ماتت والمرأة تارس الرجل اذا مات طيب هو الطلاق البائن بتفضل العلاقة قائمة ولا بتنتهي تنتهي عقد الزواج بينتهي اذا ليس هناك رابط بينهما اذا ليس هناك رابط بينهما فالطلاق البائن يمنع من الميراث يعني اذا رجل طلق زوجتي طلاقا بائنا ثم مات لا تارسه واذا ماتت لا يارسه فالعبارة دي صح الطلاق البائن يمنع من الميراث على عكس طلاق ايه الراجع طلاق الراجعي خلال شهور العدة بنسميه زواج حكمي لان الراجل يقدر يرجع زوجته ما دمت في الشهور العدة دون رضاه فبالتالي إذا ماتت يورسه خلال شهور العدة بعد انتهاء شهور العدة لا يرس أحدهما الآخر وبرضه في الطلاق البائن حتى لو في العدة لا يرس أحدهما الآخر لأن الطلاق البائن بينهي عقد الزواج وآثاره في المراس تتشارك الزوجات في نصيب الزوجة الوحدة بمعنى إيه؟ إن واحد متجاوز اتنين أو ثلاثة وبعدين مات هل كل زوجة هتاخد الربع أو الثمن الوحدة؟ ولا كلهم بيشاركوا في نصيب زوجة واحدة؟ هنشوف إذا كل واحدة تاخد نصيب تمكنهم هم هيستأثروا بالمراس وبقية الوارسة ما ياخدوش إذا كان عنده أبناء أو إذا كان عنده أب وأم فبالتالي هنا الذي اتفق عليه أن تتشارك الزوجات في نصيب الزوجة الوحدة يعني الثلاثة والأربعة والاثنين في المراسة زي الوحدة تاخد نصيب زوجة واحدة يعني لو يستحقوا الثم بياخدوا الثم لو يستحقوا الربع بياخدوا الربع فالعبارة صح تتشارك الزوجات في نصيب الزوجة الوحدة المطلقة رجعياً رجعنا للطلاق تاني تارس إذا مات الزوج في العدة لسه أهلمت شوي الإجابة إيه بقى؟ صح المطلقة رجعياً تارس إذا مات الزوج في العدة يعني هو طلق أطلاق رجعي والمأسوف على عمره مات وفي العدة تورسه وفي العدة تورسه كأنها زوجته عشان قلنا دا اسمه زواج إيه؟ حكمي فحكم زوجته يشترط للرجعة أن تكون في العدة آه لازم ما نخلطش ما بين الطلاق الرجعي والرجعة الطلاق الرجعي دا نوع الطلاق أما الرجعة هي ديمة ديمة الحياة الزوجية خلال شوري العدة ديمة الحياة الزوجية خلال شوري العدة عشان كده قلنا يقدر الرجل في الطلاق الرجعي مراجعة زوجتي دون رضاه كأنها زوجته مدامت في العدة مدامت فين في العدة يبقى لما أقول يشترط للراجع أن تكون في العدة آه العبارة صح فبالتالي إذا انتهت شور العدة في الطلاق الراجع هل يحق للرجل مراجعة زوجتي لا طبع لا يحق لي خلاص أنت ربنا أدلك مدة معينة تراجع فيها نفسك أنك ندمت على الطلاق أنك تسرعت في الطلاق فتراجع زوجتك في شور العدة انتهت شور العدة يبقى أنت كده خلاص مش عاوز ترجعها فهيتحول إلى طلاق بائ طيب هل يشترط للرجع موافقة الزوجة طبعا لسه قالي مدامت الرجع في العدة لا يشترط موافقة الزوجة فالعبارة خطأ لما أجأ أقول لك يشترط للرجع موافقة الزوجة لا لا يشترط الرجع دون رضاء الزوجة مدامت في العدة ودون عقد جديد ودون مهر جديد اللي بعد كده عندي في الطلاق البائن في الطلاق البائن يجوز الرجعة دون موافقة الزوجة الجملة كلها على بعضها خطأ الجملة كلها على بعضها يعني مش فيها كلمة خطأ كلها خطأ لان الطلاق الباقي ما فيهوش رجعة الرجعة مرتبطة بالطلاق الرجعة فبالتالي هنا ولا موافقة ولا مش موافقة فبالتالي ما فيهوش رجعة في الطلاق الزوجة حتى لو الزوجة موافقة ما اسمهاش رجعة لا اسمه عاقدي جديد ومهري جديد يبقى العبارة هنا خطأ يبقى لما يجي دلوقتي اقول في الطلاق الباقي يجوز الراجع دون موافقة الزوجة لا ولا بمفاقة ولا دون مفاقة ما فيش خلاص عاوزة ترجع يبقى بعقد جديد ومهر جديد عشان ده طلاق بائن وبائن يعني فراق في اللغة العربية البائن هو الفراق فبائن يعني فراق يقع الطلاق حتى لو كان الزواج فاسدا لسه أليم من شوية ان الزواج مثلا بدون شهود ده زواج فاسد يعني هو والعدم سواء اذا هل يقع الطلاق الطلاق اصلا لما جينا عرفناه قلنا هو رفع عقد الزواج في عقد الزواج الصحيح في الحال او المآل يبقى بيشترط ان يكون عقد الزواج صحيح هنا الزواج فاسد فبالتالي ما فيش طلاق يبقى العبارة خطأ الزواج الفاسد ليس فيه طلاق الطلاق المنجز يقع في الحال سهلا قلنا من ضمن سيغ الطلاق والطلاق المنجز يقول لزوجته انت طالق فانا في الحال في التو بمجرد ما ينتقل لفظ يقع الطلاق على طول فالعبارة هنا صح لا يجوز تعليق الطلاق على شرط لا احنا شوفنا فيه طلاق منجز فيه طلاق مضاف وطلاق معلق معلق زي ما قلنا قبل كده ان اذا فعلت كذا انت طالق هنا اذا دي من ادوات الشرط فبالتالي هنا يجوز تعليق الطلاق على شرط اذا حدث الشرط او الحدثة يقع الطلاق ما حدث لا يقع الطلاق اذا ما حدث لا يقع الطلاق فبالتالي العبارة دي خطأ يجوز تعليق الطلاق على شرط طب نسميه الطلاق الشرطي يقع الخلع دون مقابل يعني يعني الست لما تخلع جوزها بيبقى دون مقابل يعني بتاخد كل حقها هو ما بياخدش حاجة خالص لا طبعا ده هنا بتخلعه دون اردته وقلنا ان الخلع هو باب فتحه ربنا سبحانه وتعالى للمرأة اللي جوزها بيعنت او متعنت في طلاقها وهي لا تطيق ولا تستحمل العيشة معها فهي هي اللي اختارت هي اللي خدت القرار ومن يتخذ القرار يتحمل الاطباء فبالتالي لما اقولك يقع الخلع دون مقابل خطأ المرأة تتحمل طيب يلتزم الزوج بالبدل في الخلع دي مرتبطة دي لسه اللي من شوية مين الملتزم بالبدل البدل اللي هو المقابل لاه تدفع لا طبعا الرجل هيدخلع ويدفع مش منطقي طبعا فبالتالي العبارة دي خطأ العبارة دي ايه خطأ لا يلتزم الزوج بالبدل الذي يلتزم بالبدل هو الزوجة طيب يجوز أن يكون مقابل الخلع النزول عن الحضانة لسه بنتكلم في الخلع قلنا إذا كان المقابل على المرأة هو ممكن تتنازل عن المؤخر تتنازل عن النفقة تتنازل عن أي حاجة أو تتدي له شقة تتدي له فلوس تتدي له عربية أي شيء لكن هل تتنازل الحضانة؟ هي الحضانة أصلاً مش حق للمرأة تلحضانة حق للأبناء أنهم يكونوا مع أمه الحضانة هي حق للأبناء فلا يجوز أن يكون مقابل الخلع النزول عن الحضانة يبقى العبارة دي خطأ على برد يا أولاد خطأ ما ينفعش اللي بعد كده الطلاق لعدم الإنفاق يقع رجعياً طيب إحنا عندنا بعض أنواع الطلاق عن طريق القاضي الطلاق لعدم الإنفاق الطلاق للغيبة الطلاق للعيب لتعدد الزوجات للضرر المحبوس وما إلى ذلك نتفق جميع أنواع الطلاق عن طريق القاضي بائنا بينونا صغرى إلا إلا الطلاق للإعصار أو عدم الإنفاق هي هي إن شاء الله وجدت في الامتحان الطلاق للإعصار أو الطلاق لعدم الإنفاق المقصود حاجة واحدة فقط يبقى لما يجي بقولك الطلاق لعدم الإنفاق رجعياً آه ده النوع الوحيد اللي بيبقى عن طريق القاضي طلاق رجعي ليه عشان الرجل لو أصبح عنده ملاءة وقدرة مالية إنه ينفق على زوجته ويقدر يزبط ده للمحكمة يرجعها مدامته في العدة يزبط للمحكمة أنا قادر أصرف على مراتي وأنا خلاص معي فلوس أو معي مال أو عندي داخل وعايزة يرجعها ترجع برضو عن طريق المحكمة طالما المحكمة هي اللي ترقيتها برضو المحكمة اللي ترجعها ولكنه طلاق رجعي يعني ينفع يرجعها مدامة في العدة يبقى الطلاق لعدب الانفق رجعياً آه صح طلاق رجعي أما جميع الأنواع الأخرى عن طريق القاضي طلاق بائم بينونا صغر طيب تفرق الزوجة تطلق يعني تفرق الزوجة لحبس الزوج مهما كانت مدة العقوبة لسه حالة دلوقتي إن يجوز للزوجة في حالة غيبة زوجها أو في حالة صدور حكم بعقوبة حبس أو سجن عليه أن تطلب من القاضي التطليق أو التفريق لحبس الزوج طيب هنا في الحالة دي هل القانون سابق كده مفتوحة إن الزوج لو تحبس شهر الزوجة تطلب الطلاق لا طبعاً القانون اشترط إن مدة العقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا ترفع دعوة التطليق أو التفريق إلا بعد سنة من تنفيذ العقوبة يعني مش أول ما الزوج ياخد العقوبة ثلاثة أو خمسة أو سبع سنوات الزوجة تجري وترفع الدعوة لا لن تقبل منها لازم تمر سنة من تنفيذ العقوبة وترفع دعوة بالتطليق أو التفريق يبقى العبارة دي زي ما هي كده تعتبر عبارة خاطئة تعتبر عبارة خاطئة ولكن لو قلنا تفرق الزوجة إذا كانت مدة العقوبة ثلاث سنوات أو أكثر صح ولكن برضو قلنا في شرط تاني إن الدعوة ترفع بعد سنة من تنفيذ العقوبة بالنسبة للزوج يعني طيب التفريق للعيب يقع بقنا ده نوع آخر من أنواع التفريق أو التطليق اللي بتلجأ لي أو فيه الزوجة إلى القاضي للتفريق الزوج مش عادة تطلق طب هي في عيب العيب ده قد يكون جنون أو برس أو جزان وهي بتعتبر من الأمراض الخطيرة أو الضرة أو المعدية فيه اخطر على حياة الزوجة وكذا فيحق لها أن تلجأ للقضاء طالبة التفريق بشروط هنتكلم عنها في الأسئلة المقالية طيب الطلاق ده قلنا إيه إحنا خلاص اتفقنا كل أنواع الطلاق عن طريق القاضي مع عدد طلاق لعدم الإنفاق أو الطلاق للإعصار جميع أنواع الطلاق بائنا جميع أنواع الطلاق بائنا بينونا صغر أما الطلاق لعدم الإنفاق أو الطلاق للإعصار راجع يبقى هنا لما أقول التفريق للعيب يقع بائنا صح طبعا عندي بعد كده لا يشترط أن يكون الإجاب والقبول في نفس المجلس جئنا تاني بقى من أول المنهج من ضمن شروط لانعقاد أن يكون الإجاب والقبول بالنسبة لعقد الزواج في نفس المجلس يعني يقول لها زوجيني نفسك تقول له زوجتك نفسي أو إذا كانوا ليه هزوجني ابنتك يقول له زوجتك ابنتي هنا الإجاب والقبول في نفس المجلس وقلنا قبل كده أن الإجاب هو عرضه جاثم في الرغبة في التعاقد ييجي كده العريس أو الرجل يقول للرجل أو المرأة زوجيني نفسك جازم عرضه جازم ده اسمه اجاب القبول بقى هو موافقة الاجاب تقول له قابلت تقول له زواجتك نفسه خلاص تردت علي بالموافقة خلاص ده بنسميه قبول يبقى الاجاب والقبول لازم يكونوا في نفس المجلس اللي برده خطأ عشان قلنا لا يشترط طالما قلنا لا يشترط لا خطأ لكن لو قلنا يشترط ان يكون الاجاب والقبول في نفس المجلس يبقى صح قلنا لا يشترط يبقى غلط عقد الزواج المعتوه صحيح احنا خدنا في سنة تانية في المدني عندنا حاجة اسمها عوارض الاهلية جنون عتا سفه غفلة جنون عتا سفه غفلة طالما عارض من عوارض الاهلية يبا هذا الشخص اذا ثبت ان عنده عارض من عوارض الاهلية فبالتالي لا يحق له ان يعقد عقدا سواء عقد بيع او عقد ايجار او ما الى ذلك طالما ان العارض ثابت فبالتالي الزواج هو يعني اشدهم واكسرهم خطورة فبالتالي المعتوه لا يحق ان يعقد العقد بنفسه لماذا يترتب على هذا العقد من الاتزامات فبالتالي اللي عنده عارض من عوارض الاهلية لا يجوز ان يحمل نفسه الاتزامات فبالتالي العبارة خطأ لما جاء اقول عقد زواج المعتوه صحيح اقول العبارة خطأ لانه عنده عارض من عوارض الاهلية الاخ في الرضاع محرم تحريب مؤقت الاخ في الرضاع محرم تحريب مؤقت يعني واحدة رضعت من ست والست دي كان عندها اب اصبح هذا الابن اخ للبنت اللي رضعت دي هذا التحريم مؤقت ولا مؤبد احنا قلنا الرضاع ايه مؤبد يبقى في الجملة هنا طالما احنا فاهمين بقى وقلنا النوع تحريم مؤقت لا يا استاذ الاجابة خطأ الاجابة خطأ لان الرضاعة من اسباب التحريم المؤبد الخطبة شرط من شروط الزواج هل عشان انا جوز حد معين لازم في الشرع او في القانون قال ان انا لازم اخطبها الاول لا طبعا الخطبة مقدمة للتعارف عشان نعرف افتباع بعض ولكن اذا انا اتفقت مع امرأة على الزواج مباشرة وروحنا على طول وعقدنا العقد عند المأزون صحيح ليه لان الخطبة ليست ركنا وليست شرطا هي مقدمة لعقد الزواج اذا وجودها ليس شرطا وجودها فقط للتعارف عشان ياخدوا على بعض وهكذا مش اكتر هي لست شرط فبالتالي لما اقول لما اقول الخطبة شرط من شروط الزواج اقول لك خطأ الاجابة خطأ تالي يشترط الدخول لاستحقاق الميراث احنا قلنا خلاص ان عقد الزواج بيترتب عليه حقوق حقوق للزوج حقوق للزوجة حقوق مشتركة للتنين الميراث من الحقوق المشترك طيب هل العقد فقط ولا يشترط الدخول نقول لك لا العقد فقط بمعنى بمعنى ان لو حد عقد على امرأة ثم مات تورسه حتى لو لم يدخل بها ماتت يرسه حتى لو لم يدخل بها اذا ان الدخول ليس شرطا لاستحقاق الميراث مجرد العقد فقط يارس احدهم الاخر اذا مات يبقى لما اجا اقول لما اجا اقول يشترط الدخول لاستحقاق الميراث اقول لك للأسف الاجابة دي خطأ مجرد العقد يستحق الميراث هنبدأ بقى في الاسئلة المقالية اللي احنا بنقلق مينها انتو يعني بتقلقوا مينها انا شايف نها اسهل انا شايف نها اسهل من الاسئلة الموضوع اللي هي صح وغلط واكمل لان الاسئلة المقالية انت بتشغل عقلك وتبدأ ترتب افكارك وتبدأ تكتب الاجابة بتاعتك منظمة ومرتبة وبدون اسهاب ممكن لو انت زودت في الاجابة قوي يبقى تخش في الخطأ نفسه ولكن بيبقى في حاجة اسمها الاجابة الشافية الكافية يعني بنسميه المختصر المفيد المختصر المفيد يعني برضو مش نختصر نضيع الاجابة لا يعني ان نحدد احنا عايزين عشان تعرف انت بتكتب ايه وتعرف الاجابة بتاعتك اولا واخرها ايه فبتلق السئلة المقالية انا شايف من وجهة نظر ان هي اسهل بكتير من الاسئلة الموضوعية لانك بتقدر تكتب فيها ان شاء الله باذن الله تعالى وتقدر تحصل درجات اول سؤال عندي من الاسئلة المقالية هنجيب من الاول خالص عرفي الخطبة لغة واستلاح لغة واستلاح مع ذكر شروط هنا السؤال ده ينقسم الى ثلاثة اقسام هعرف الخطبة او الخطبة في اللغة واعرفها في الاستلاح الفقهي وهشوف الشروط بتاعتها هنبدأ الاجابة وهتبقى دي الاجابة المفروض شبه النموذجية مش اقولي نموذجية شبه النموذجية ده المعنى اللفظي للكطبة او اللغوي هي تقدم رجل الى امرأة معينة لا يحرم عليه التزوج منها يبقى المعنى اللفظي هو تقدم رجل الى امرأة معينة نحفظ كده بيتقدم احنا لو جبنا مفتاح الاجابة كده وبدأنا باول كلمة صح البقى هيكر ان شاء الله معنا بإذن الله هنكمل بصول يعني يبقى المعنى اللفظي هي تقدم رجل الى امرأة معينة لا يحرم عليه التزوج منها كده السؤال خالص لأ طبعا ده اول شيء احنا قلنا السؤال لما نجي نحله نركز اوي اشان ممكن نبقى جاء في سطر واحد ولكن المطلوب اكتر من حاجة احنا كده حلنا اول مطلوب طب المطلوب التاني ايه المعنى الفقه للخطبة اللي هو الاستلاح يعني هي تواعد رجل وامرأة هذا التواعد يكون متبادلا على الزواج يبقى اللي فوق ده بنسميه التعريف اللغوي للخطبة واللي تحت بنسميه الاستلاحي او الفقه كده فاضل اشتق التالت من الاجابة احنا مش عايزين نسيب درجة احنا بنتكلم على مجموع مش بنتكلم على نجاح نتكلم على مجموع بنحصل درجات عشان ربنا سألنا ونقدر نخش جامعة مستراحين ان شاء الله يبقى السؤال نقرأ كويس مرة واثنين وثلاثة عشان لما بنعيد قراءة السؤال بنقدر نفهم بالزبط ايه المطلوب وفيش حاجة تقع مننا شق التالت من السؤال اللي هو شروطها واحد ان تكون المرأة صالحة للعقد عليها في الحال صالحة يعني مش محرمة لاني لا يجوز خطبة المحرمة سواء كانت تحريم مؤبد او مؤقت يبقى اول شرط عندي في الخطبة ان تكون المرأة صالحة للعقد عليها في الحال يعني ممكن اخطبها وجوزها اتنين لا تجوز خطبة المخطبة للغير رسول عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب احدكم على خطبة اخي يبقى خلاص نلتزم يبقى ده شرط من شروط صحة الخطبة او من شروط الخطبة ان مخطبش حد مخطوب بقى شرط التاني لا تجوز خطبة المخطوبة للغير ثلاثة ان يعرف كل منهما هيئة وشخص الاخر يعني الشخص اللي رايح يتقدم للخطبة يشوف المرأة اللي يخطبها ويتشوف عشان هتبعيش رحية العمر فيشوف الشخص اللي هترتبط بيه وتعيش معها طول عمره هو نفس الكلام يشوف برضو المرأة اللي هترتبط بيه يعني ما ينفعش حد يخطب حد مجال ما يشوف هو وقعين ينفع ولكن دي برضو من دون الشروط اربعة معرفة حال الاخر يعني اعرف حال الاخر ظروفه نفسيته طباعه طريقته وكذا الشرط الخامس والاخير موافقة المرأة على الخطبة يبقى عندي كم شرط نحفظ بقى كده خمس شروط بنسميها شروط الخطبة ده السؤال الاولاني شفنا السؤال هنقرأ ازاي شفنا هنقسمه ازاي وشفنا الاجابة بتبقى ازاي وواحدة واحدة بالراحة ومعنا الوقت بتاعنا وهيكفي ان شاء الله بإذن الله الوقت بيبقى كافي جدا الامتحان امتحان كله وفيه وقت كمان للمراجعة فاحنا بالراحة نبدأ نحل وبخطي كويس وبإجابة منظمة عشان نعرف ناخد الدرجات صح ناخد درجات صح مش الإجابة فقط لا يبقى إجابتنا منظمة والورقة نظيفة وبالترتيب شوف سؤال بعد كده بيقول ما هي موانع الخطبة برضو مرتبطين بالخطبة لسه احنا شفنا الشروط تعريفه الشروط الموانع يعني الموانع يعني لو فيه حاجة موجودة بما منفعش ان انا اتقدم لخطبة المرأة دي او المانع عندي قال لا تكون المخطوبة محرمة على الخاطب شفنا تحريم مؤبد ومؤقت فبالتالي لا يجوز خطبة المحرمة مهما كان نوع التحريم المانع التاني ان تكون معتدة شفنا ان العدة هي مدة من الزمن تمسك فيه المرأة نفسها عن الزواج والخطبة فبالتالي لا يجوز خطبة المرأة المعتدة سواء من طلاق او وفاء من طلاق او وفاء واقصوصا الطلاق طبع المانع التالت ان تكون مخطوبة زي ما شفنا الحديثة على رسول صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخي ده مانع السؤال بعد كده ما هي الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج للعقدين ياريتنا شوية لان شروط عقد الزواج كتير فيه شروط صحة، شروط انعقاد، شروط نفاذ، شروط لزوم، شروط قانونية يبقى عندي كذا نوع من الشروط فما نلغبطش ما بينهم نشوف ايه المطلوب ونبدأ نحل وكلهم سهلين واجباتهم ان شاء الله تبقى مفيدة ومختصرة ونقدر نحفظها احنا قلنا خلاص فات يعني وقت خلاص واللي باقي قليل جدا بس ما نفقدش الامن ما نيقاس ان شاء الله نلم ونعرف نحل ونجاوب بإذن الله تعالى طيب ايه هي بقى الشروط الواجب توفرها في عقد زواج للعقدين واحد ان يكون كل من العقدين مميزا مميزا يعني عنده الاهلية اهلية التمييز يعني يعني ما يكونش ناقص الاهلية او عديمي الاهلية زي المجنون مثلا اتنين اتحاد مجلس الاجاب والقبول لسه شايفانا من شواف صح وغلط ان يكون الاجاب والقبول في نفس الجلسة زوجيني نفسك زوجتك نفسي اجاب وقبول ثلاثة سماع كل من العقدين يعني الزوج والزوج اللي هتجوزوا يعني كلام الاخرة فهم يعني وانا بقولها زوجيني نفسك تكون سمعتني وفهمتني وهي بتقولي زوجتك نفسي اكون سمعتها وفهمتها ده المقصود بالشرط رقم ثلاثة ما يكونش بلغة مختلفة عن اللغة بتاعتي يعني وانا مش فهمها الشرط الرابع في الشروط الواجب توفارة في عقد الزواج للعاقدين موافقة القبول الاجاب يعني انا رحت مثلا قلت لها زوجيني نفسك على عشرة الاف جنيمة هي قالت لي زوجتك نفسي على خمسين الف لا بالرغم ان هي قالت لي زوجتك نفسي لا هنا ما فيش موافقة للقبول الاجاب لانها حطت شرط اعلى من اللي انا عرضته فما ينفعش لكن لو قلت لها زوجيني نفسك على عشرة الاف قالت لي قابلت يبقى ده قبول يبقى هنا موافقة القبول للاجابة السؤال اللي بعد كده من الاسئلة المقالية زي ما احنا شافين كده ولادي الاجابة مختصرة وسهلة وان شاء الله تتحفظ ما هي شروط صحة عقد الزواج لسه قال من شوية عندي شروط كتير في عقد الزواج ما نخلطش ما بينه السؤال اللي فات كان تبقى شروط الواجب توفرها في العقدين أنا هنا بقى بتكلم في شروط العقد نفسه صحة العقد يعني عشان يكون العقد صحيح واحد ألا تكون المرأة محرمة على الرجل انطق التحريم يمنع من الزواج لا يحق حرام أصل فبالتالي أول شرط لصحة العقد ألا تكون المرأة محرمة على الرجل سواء كان تحريم ايه مؤبد او مؤقت اتنين وجود التراضي بين الزوجين التراضي اللي هو بنسميه الركنين الأساسيين الإجاب والقبول يعني هو راضي والمرأة راضية ثلاثة أن يتولى عقد الزواج عن المرأة وليه هنا الشرط دوت موجود أن المرأة هي اللي بيزوجها وليها ده بيبقى فيه تكرمة للمرأة لما المرأة وليها اللي هو أبوها لو موجود أو كبير العيلة لو أبوها مش موجود ده فيه تكرمة للمرأة أن لها ولي يزوجها ده بيعززها طبعا ولكن ده الشرط رقم ثلاثة أن يتولى عقد الزواج عن المرأة وليها أربعة الإشهاد على الزواج زي شفنا من شوية في صح وغلط أن لا زواج لا بشهود زي ما رسول عليه الصلاة والسلام قال الإشهاد من ضمن شروط صحة عقد الزواج فعقد الزواج بدون شهود أو عقد فاسد بشارط الرابع عندي الإشهاد على الزواج شرط الخامس أن تكون صيغة العقد مؤبدة شفنا من شوية أن من ضمن الشروط أن تكون الصيغة مؤبدة يعني ما ينفعش أننا أوقتها بوقت معين يعني ما ينفعش أولى زوجين نفسك لمدة سنة أو سنتين لا ده يبتل العقد على طول عقد الزواج لا يجوز توقيته السؤال الخامس ما هي شروط صيغة العقد دخلنا في نوع تاني من الشروط شروط صيغة العقد واحد اتحاد مجلس الإجاب والقبول اتنين موافقة القبول الإجاب تلاتة أن تكون الصيغة منجزة يعني مش معلقة أو ما تكونش فيها شرط أو ما فيهاش مدة معينة لا تكون منجزة أربعة أن لا تكون الصيغة مؤقتة ده منطق سؤال بعد كده ما هي الشروط القانونية لإجراء عقد الزواج احنا لسه منتكلم كل ده كل ده شروط مرتبطة بعقد الزواج دي بقى شروط القانونية أول شرط أن يقدم الزوج إقرار كتابي بحالات الاجتماعية يعني وهو بيتجوز يروح للمأزوم كده إقرار كتابي أنه أرمل أعزب مطلق وكذا دي بنسميه الحالة الاجتماعية أعزب مطلق أرمل شرط الثاني ألا تقل سن الزوج عن 18 سنة ده في القانون إن الزوج لا يعقد عليها إلا إذا بلغت 18 سنة وده طبعا لازم يكون ثابت بالأوراق الرسمية ثلاثة أن يكتب الموظف المختص الموظف المختص بها سواء كان المأزون أو الشرع قاري العقد في وثيقة رسمية وثيقة رسمية يعني وثيقة من الوصائق الدولة معترفة بها أو الصادرة عن الدولة السؤال بعد كده السؤال قبل الأخير يعني ما هي شروط لزوم عقد الزواج كل ده لسه بنتكلم في شروط عقد الزواج دي بنسميه شروط إيه لزوم يعني عشان يكون لازم أول شرط عندي أن يكون المزوج لفاقد الأهلية هو الأصل أو الفرع يعني نفترض حد عنده فاقد أهلية معتوه أو مجنون ممكن يجوز أو ممكن بس مش بنفسه لا يجوزه يكون يأصله يفرعه أصله أبوه أو جده فرعه يعني ابنه هو ده لكن ما ينفعش يجوز نفسه لو جوز نفسه يبع العقد هنا باطل اتنين شرط التاني أن يكون الزوج كفئا للزوجة والكفاءة هنا الكفاءة المادية والاجتماعية والثقافية يعني كف إليها يعني مش أقل منها شرط التالت أن يكون المهر الذي زوجت به نفسها المرأة هو مهر المثل بمعنى إذا المرأة هي اللي زوجت نفسها من غير والي وقال لي حاجة ماشي تمام طب أنت زوجت نفسك خدت مهر قد إيه خد مهر قد كده لا ده بنت عمك وقد أكتر يبقى ده أنت كده خد أقل من المهر المثل ليه مثلك بنت عمك ليه مثلك في الحالة دية يحق بقى للولي أن يعترض على المهر أو على العقد نفسه يبقى هنا من شروط لزوم عقد الزواج عشان يكون لازم أن تكون المرأة التي زوجت نفسها أن تكون زوجت نفسها بمهر المثل إحنا عارفين المهر نوعين مهر المسمى ومهر المثل المهر المسمى اللي جي في العقد مهر المثل اللي هو من مثلها طيب أربعة أن يكون العقد خياليا من التغرير التغرير يعني النصب يعني ما يكونش الزوج قال للزوجة بيانات غير حقيقية أو قال لها أنا كذا هو مش كذا خمسة شرط الخامس أن يكون الزوج خياليا من العيوب التي تبيح طلب الفرقة شفنا العيوب اللي هي العيوب المرضية جنون جزام برس هذه الحالات التلاتة لما تكلمنا من شوي عن التفريق عن طريق القاضي يجوز للزوجة أن تطلب التفريق للعيد أن تطلب التفريق للعيد السؤال الثامن ما هي حالات التحريم المؤقت وده السؤال الأخير عندنا قلنا التحريم المؤقت عشان بعارفين هو التحريم اللي ليه سبب يزول يعني سبب قد يتغير يعني مش يبقى موجود بعد كده فبالتالي هتتحول من المحرمة إلى محللة يعني حلال فعشان كده بنسمي تحريم مؤقت فعشان كده نشوف أول حالة عندي المرأة المتزوجة أو المعتد يعني دلوقتي لو عايزة أتجاوز واحدة وهي متزوجة لا تبقى محرمة عليها طب إمتى تحل؟ لو جوزة طلقة في الحالة دي بعد ما تنهي العدة أقدر أتقدم ليه عشان كده ده بنسمي تحريم إيه؟ مؤقت اتنين المطلقة سلاسا بالنسبة لمطلقة طلقها مرة واثنين وثلاثة عايزة رجعها تاني لا خلاص بقى تمحرمة عليه مؤبد؟ لا تحريم إيه؟ مؤقت إزاي تتجاوز واحد تاني يدخل بيها ويطلقها أو يموت ترجع للأولان حالة التالتة اعتناق دين جير سماوي عندنا الأديان السماوية الإسلام والمسيحي واليهودية هي دي اتفاقة التي يحق لنا أن نتزاوج منها الأديان السماوية أربعة الجمع بين المحارم الأختين مثلا خمسة التزاوج بخامسة وبكده أبناء وبناتي طالبات مدالي السنوية التجارية نكون وصلنا نهاية الحلقة بتاعتنا أرجو تأخذوا بالكم من أنفسكم ونحاول نحن نحافظ على الوسائل الاحترازية للوزارة موفرها لنا وسلامتكم أبل أهم حاجة والنجاح والتوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا